مرحبا حبايبي اشاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيتوا الفيديو تضعوا لايك واذا انتو جدار تشتركوا في اياه معاكم نيلي مع اطيب كيكة النسكافي العشاق القهوة يلي مقاديرة ثلاثة بيض معلقة كبيرة فانيل سكر ثلاثة ارباع كأس حليب ثلاثة ارباع كأس زيت احضرت اروا تشخص 2 كأس ممتاز 320 غ ثلاثة اوم Belle ثلاثةاضعتذر ثلاثة اوى ثلاثة اوم pescari ثلاثة سكر ثلاثة اغنية ثلاثة اومично ثلاثة اوم justamente اوم موضوح يقوم بتشبه ثلاثة اومن ثلاثة اوميا و قهوة و مي مغلية نصب 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 اول شي نعمل الحليب مع القهوة و نخليه على طرف بعدين نكسر البيض و نحط عليه الفانيل والسكر و نضربه مع بعض نضربه و نضربه و نضربه و نضربه بعدين هون نقوم بحليب و نخلطه مع بعض ثم نجهز قلب ،even Definitely cut off بتله و quell steak and picar powder أضرب صحين و بيكون بودر بعدين بالباستولة هيك نخلطهم شوي شوي وحطينا معلقة خل ونضربهم مع بعض كلهم ونكمل بعدين باقي الطحين ونضربه بالمضرب الكهربائي وإذا لم تكن مضرب عادي ممكن المهم ينخلطوا كل اللون مع بعض بعدين بالباستولة كمان شوي ونزلهم بالقالب الجهازنا نضربه كم ضربة ونفوضه الفرن الفرن عن مية وثمانين نريده 45 دقيقة بعدين نحضر للتسقية الحليب والنس كافي والسكر والحليب البودر والشوكولة البودر كلهم نخلطه على طرف ونجعله على طرف هذا التشريبة بعدين هذا الكريمة الكريمة نصف كاسة سكر مع نصف كاسة قهوة مع نصف كاسة ماء مغلي ونضربه 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 لما يصير هكذا معنى مثل الكريمة نضربه كثير منيح بعدين الكيك بتطلع ونخليها تبرده شوي بعدين منثقبه ونسقيها بعدين منخلي تشرب كل هاتتشريبة شربناها هياها وبعدين منحط عليها الكريمة بعد ما تشرب هاتتشريبة كلها اللي سقيناها فيه منحط عليها الكريمة هكذا مننزل عليها الكريمة من كل الاطراف هكذا بالبسطورة نحرك يدينها هكذا نساويه شوي بعدين ونجيب اي قطعة نساويه شوي هيك ساويناها شوي بعدين بالباستولا كمان منحرق ايدنا هيك منساوي نحاول انه نساويها كلها هيك بعدين بالباستولا انا عملت لها الموديل يعني موديل بسيط وسهل هيك كلها عملتها هيك ايدي متلمو شايفين هيك وبعدين حطيت لها شوية قهوة فوقها هيك رشيت لها قهوة هيك هيك رشيت لها القهوة وصارت وصفتنا جاهزة اشالله عجبتكم الوصفة ولا تنسوا لي اللايك وبحبكم كتير يلا الى اللقاء في وصفات قادمة هيدو